نجمة في قريبة منكم مضوية في عيونكم تخصص والحجامة بصفة عامة لأنها تدخل في الطب البديل الحجامة والمشتقة ديالها نضمنا حجامة دموية حجامة جافة والفطن النارية الوخز بالإبارة الصينية زيادة على تقطاقة العظام أو يسمى بتقويم العظام نعم الحجامة فيها أنواع كثيرة إلا أنها هناك فيها الأصلية وفيها الفرعية فالحجامة الأصلية معروفة حجامة دموية لكتفعها للنبي صلى الله عليه وسلم خير البشرية لأمر بها صلى الله عليه وآله وسلم وأمر بأنفق سبع سماوات مصداقا لحديث النبي صلى الله عليه وسلم يوم أسري في الإصراء والمعراج ما مررت بملئ في السماء إلا وقل لي محمد مر أمتك بالحجامة والحديث الآخر الذي قال في النبي صلى الله عليه وآله وسلم خير ما تداويتم به الحجامة وحديث آخر الذي قال في النبي صلى الله عليه وسلم التمس الشفاء في ثلاث شرطة محجام شربة عسل وكية نار وبالنسبة لكيف هو النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول فهذا من ترك دياله إلا للضرورة والضرورة تتبح المحضورة أما بالنسبة لأنواع الحجامة فهي أنواع كثيرة بزاف فيها حجامة وامضية أنا منطرقة أول النقطة الأولى بعدها حجامة دموية هي الأصل هي اللي تتجمعها شي وتتحويه بشكل خاص كنت نقوله حجامة دموية والحجامة الدموية هي اللي تتحييد الدم لأن الحجامة لغة النزع الدم الفاسد عن الدات أما بالنسبة للحجامة الوامضية فهي حجامة وامضية تتكون بوحد نوع ديال الشكل ديال الكؤوس للنارية زائد زيوت مركزة زيوت طيارة مثل زيت الأزير وما ولا إلى ذلك على مستوى الظهر أما زائد حجامة متزحرقة أو المتحركة تتنشط الدورة الدموية على مستوى الظهر بصفة عامة والحجامة النارية فالحجامة النارية عندها علاقة بالأعضاء أنها تتنشط الدورة الدموية حتى في الأعضاء من ناحية المعدة البنكرياس القلب جميع كل الأعضاء كلها وعلى رأسهم اللي هو ملك الأعضاء اللي هو القلب فهي الحجامة بصفة عامة يجينا نقول حجامة بصفة عامة فهي كلها دواء لأن الحجامة يجينا نشوف المسألة النقطة الأساسية في الحجامة هو أن الإنسان تتخذها كسنة وتتخذها كعلاج لأننا بصفة مقالة خير ما تدويتم به الحجامة انطلقوا الحجامة الجافة الحجامة الجافةية لتكون واحد النوع دي الزيوت على مستوى الظهر وتيوقع لإنزلاق دي الكؤوس أو القارورات الزجاجية من فوق الأسفل أو من أسفل لفوق بطريقة عكسية مع كما يقال بعكس عقاريب الساعة هذه الحجامة الجافة بالنسبة للحجامة في رمضان فأنا بحثت بزاف وشفت علماء ربانيين لا نقول علماء دنيويين علماء ربانيين ناس أكفاء في العلوم الشرعية أن هناك من يحب ذوها وهناك من لا يحب ذوها وهناك يقول لك بأنها تفطر وهناك يقول لك من لا تفطر فإذا جنا نتنقش على هذا الموضوع دي الحجامة أنها تفطر ولا ما تفطرش فهي نقط كثير بزاف خلافات كثيرة بالعلماء والاختلاف دي العلماء أرحملنا نعطيك وايكزومبلي هو مثال مبسط صغير نحاول نخذه بعيد الاعتبار ونقول فيه بأن واحد تشتخص جاء عندي مريض عليل وعنده الآلم الشديد وش نقول لي ما نحجمي شليك نحن نحجمي لأنه ضرورة هديك عنده آلم عنده تشنجات عنده كي تنقول عنده شي مشكل سواء سياتك أو الظهر تعاني من آلم الظهر تعاني من نقصا ديال كي تنقول المنعة فهي تقدر تقويه ولكن بشرط بشرط ما عاد أخذ كي تنقولوا وقاية احترازية نحاول إنسان ما يكونش عنده السكار ليتياخد لانسورين لأنه يقدرين اللي عنده أنفكسيون اللي هو متعفون نحاول نتفادوه وما لين تنصي لهو الضغط المرتفع أما بالنسبة للضغط المنخفض فهو كذلك نحاول نتفادوه فرمدان علاش؟ لأن الضغط المنخفض نحاول نقعده بالسكار كي تنقولوا النسبة للسكر المنخفض النسبة للتنصي المنخفض تنحاول نقعده بالحلاوة الطبيعية اللي هو الثمر أو الزبيب أو ما ولا إلى ذلك من العسل فهدو أمور فهدو سكرية طبيعية لو حبدا أن التوقيت ذي الحجامة في شهر الأبركلي وشهر رمضان المبارك تنحاول دائما الكليان ديالي أو الناس اللي تيجيوا من ساكن المراض تنحاول نعطيهم ساعتين قبل الفطور وماشي أي واحد تنجيل الحجامة كين أنواع تنجيل الحجامة وكين واحد النوع اللي مخصك يديلي الحجام وكين واحد النوع اللي يديلي خاطره باش تحجمليه وحجامه غير دموية تتهيئ نفسيين بأنه رات تعالج لأنه ما يقدرش يجي عندك ويقول لك أنا ما انديراش لا صاف يجي تبيت انديرها هذه النقطة الأولى تيجي عندك الإنسان قبل من الإفطار قبل ما يفطر بساعتين إذا كالإنسان نورمان طبيعي أنه مولفتي يحجم فأنك تتحجمليه ولكن هذه تنظروه في النقطة الأساسية للحجامة العلاجية الحجامة العلاجية أن الإنسان يجي عندك مريض ما عندكش عليه فين وما عندهش عليك فين خصوه يجي بيع التعالج خصوه يتعالج بحجامة علاجية وهي حجامة علاجية دموية كين واحد النوع أو الثاني اللي تيجي عندك تبغي حجامة جافة فهي بغي استخراج الدم فهذه مشكلة تبقى مطلقة الأمور تحجملي الدلي وامضيات ناريات ماشي مشكلة هذه التهيئة ماشي مشكلة سواء يجيك الإنسان مريض أو عنده سكر لا تقدر تتعامل معه بهذه الحجامات ولكن الدموية تحاول تتفادها بصفة عامة عندك المولين السكر ومولين التنصيو الضغط هذا يتحاول تحجمليه بصفة عامة لكي تتفادها لأن النبي صعدت لمفعد الحديث تقول لك راتي إلا فاتت تاجة عندك وعد شخص وعليل ومريض وعرفتي بأن القدرة ديال الصحة ديال بأن ما يتحملش حجامة وفتت تحجمتي ليه راتت فطرة لنت ولا هو تفطر الحاجم والمحجوم تيزدان 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 بجوجكم تتولي فطرين إذا الإنسان داع ما يريبك إلى ما لا يريبك الحجامة فيها ثلاث أنواع كينا الوقائية وكينا العلاجية وكينا النبوية الحجامة النبوية الحجامة أول حاجة نبدأ بالوقائية الحجامة الوقائية التي تكون في دخول كل فصل من فصل الأربعة لفصل الشتاء والرابع الخارف والصيف وكينا نبدأ إذا كانوا سموم أو حاجة تأضبط مع الجو اللي بيدخل هذه النقطة الوقائية وكينا العلاجية إرجونس تقول الإنسان مريض عليه المريض لا يمكنك تقول لي سير لا نحجم لك هذه حجامة علاجية تكون مضطرة بأنك تحجم لهذا الشخص هذه النقطة الأولى النقطة الثالثة لحجامة النبوية التي ذكر فيها النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث وفي نفس الوقت أنك تتنشط عليها الناس وتتحاول تحفزهم وتقول لهم هذه الحجامة كي تقولوا دين ودنيا تتستفيد منها من ذلك تتحي فيها السنة هذه هي الأنواع الحجامة قالوا الناس بأن الحجامة يوم الأربعاء يقولون بأنه يوم النحس هذا لا يوجد شيء دالين لا يوجد شيء دالين لا يوجد شيء مسألة لتحفزه لي أنت يجي تيني مطالا مريضة أو جاني وعد الشخص مريض وقال لينا مريض نهار الأربعاء نجد له يموت عنده السياتي كمتوقف أو عنده ألم الظهر أو عنده مشاكل في العمود الفقاري أو عنده مشاكل في الدرى الدموية أما يمكن ليش نقول لي أن أسير في حالك حيث رأي علاجية هذك إذن هذا الكلام مرضوط إذن المسألة نقول يوم النحس هذا كلام مرضوط ديروا لايك وبرتجوا الفيديو مع أصحابكم وما تنسوش تابونه وفلشان وفعلوا الجرس باش توصلوا بآخر المستجدات تابعونا كذلك على صفحتنا على الفيسبوك والإنستجرام